عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات اليوم وربح رأس مالها السوقي ما يزيد عن 17 مليار و 800 مليون درهم وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 13 مليار و 200 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و 5 مليارات و نصف مليار درهم لسوق دبي المالي و ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3 تريليونات و 445 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو مليار و 400 مليون درهم و وزع بواقع مليار و 60 مليون درهم في سوق أبوظبي و 340 مليون و 200 ألف درهم في سوق دبي